اشتركوا في القناة منوها باهميته في تعزيز اطوري واليات التعاون المشترك بين البلدين على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار ثم اشاد المجلس بما حققته المرأة البحرينية من انجازات على مختلف الاصعدة وباسهمها الفاعل والمؤثر في مختلف مسارات العمل الحكومي والذي جاء نتيجة للخطط والبرامج الطموحة التي يتبنىها المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الامير سبيك ابنت ابراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله وفي هذا الصدد رفع المجلس اصدق تهانيه الى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة بعد ذلك عرب المجلس عن تعازيه وموساته لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأسر ضحايا حرائق الغابات المدمرة التي وقعت بولاية هواي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين اشتركوا في القناة بعدها قرر المجلس ميالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوزن المالي بشأن زيادة رأس مال بنك الإسكان المدفوع إلى 250 مليون دينار لتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجهال القادمة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2022 ومؤشرات الأداء التقديرية الأولية للأشهر الستة المنتهية في الثلاثين من يونيو 2023 حيث بلغ إجمالي أصول احتياطي الأجهال القادمة 614 مليون و300 ألف دولار أمريكي خلال العام 2022 كما أظهرت مؤشرات الأداء التقديرية للنصف الأول من عام 2023 لحساب احتياطي الأجهال القادمة ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 680 مليون و100 ألف دولار أمريكي مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة بشأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على أربعة محاور رئيسة تستهدف مواصلة خطة تطوير قطاع الطاقة وتنفيذ الالتزامات بجعله خاليا من الانبعاثات الكربونية مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برقبة واقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث حوادث تكرار حرق المصحف الشريف زيارة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر